كما قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة إلى قداسة البابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقوسية بالعباسية وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس النواب أن كنيسة المصرية كنيسة وطنية ولها قدسية تاريخية معربا عن خالص تقديره لقداسة البابا توادرس كقامة مصرية وطنية تحظى بثقة واحترام والشعب المصري مشهودا له بمواقف الوطنية مؤكدا أن المناسبات الدينية فرصة لتأكيد أواصر الترابط والمحبة بين جميع أبناء الوطن الواحد ودليل على تماسكنا ووحداتنا الوطنية داعينا الله عز وجل أن يديم علينا نعبة المحبة والسلام وأن يحفظ إظهار وطننا الغالي مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن جانبه أعرب البابا توادرس عن خالص امتنانه لرئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق بهذه الزيارة الكريمة التي تعبر عن روح المحبة والسلام بين أبناء الوطن